بدايةً غير نحكي عن الحديث المجتمعي مؤخراً اللي عم نسمعه يمكن الأسبوع الأخير حول خطورة بعض الحيوانات اللي بتكون موجودة بالشوارع وحماية أنفسنا منها ما هي الطريقة اللي ممكن نحمي ولادنا اللي عم بلعبوا بي الحارة ونحمي أيضاً هاي الحيوانات من الخطر أهلا وسالة فيكي هلا للأسف في كثير مفاهيم خاطئة عند المجتمع بخصوص الحيوانات اللي موجودة بالشارع الحيوانات اللي موجودة بالشارع زيها زي أي حيوانات في جانب منها لطيفين ما في أي مشاكل منهم في منهم بيكونوا فعلياً عندهم سلوك ممكن يكون دفاعي اندفاعي ممكن يكون مرات عدائي حسب اللي بتعرضوا بالشارع بمعنى لو فكرنا فيها منطقياً أحيوان بن ولد صغير للأسف ببعض الأشخاص بتعرض للضرب للمرات الربط الأشياء لزي هيك شو بنتوقع منه بس يكبر أكيد رح يكون في عنده سلوك عدائي فبرأيي هاي الأشياء هي يعني حلها هي عبارة عن شراكة ما بين المجتمع المحلي ممكن كمان حتى الإدارة والحكومة ممكن نتساعد في هالشي يعني بمعنى الحيوانات اللي موجودة بالشارع أعدادها كبيرة جداً وبتزايد فجزء كبير من الحل منطقياً أنه نحاول نخفف من الأعداد يعني منطقياً ممكن نحاول ننظم معاً من نحكي عن أنه نوصل لمرحلة الإنقراض لا ولكن تنظيمياً والتنظيم مطلوب بكل شيء يعني بمعنى لو فكرنا بعمليات التعقيم لو كان في عنا حالياً بمنطقة معينة ألف حيوان عايش بره ممكن بعد فترة الأعداد سيكون لأياتها تخف وكل ما كان خف في العدد كل ما كانت الانفايرومنت أسهل لإلهم من ناحية كميات الأكل كميات كافية لإلهم احتكاكهم مع الناس رح يكون أقل لأنه عندهم مناطق أكثر يتواجدوا فيها ويتخبوا فيها فجزء كبير من الموضوع تخفيف الأعداد عن طريق عمليات التعقيم زائد ثقافة مجتمعية يعني بمعنى إحنا بنحاول نفكر بالأطفال من لما يكون عمره صغير أنه لما يكون في حيوان بالشارع ليس مطلوب منه إحنا نأذيه هذا ليس عدو لإلك يعني هو كائن حي زي ما إحنا كائنات حية عنا أهداف إن وجدنا لإلها نفس الشيء هم فمش مطلوب إنه ينأذوا مش مطلوب إنه ينضروا ينضربوا تعاملنا معهم يكون إذا ما حبينا نتعامل معهم نتركهم بحالهم إذا شفنا أي طرف منهم بحاول يكون عدائي ممكن نتجنب الاحتكاك معه ولكن للأسف إحنا سمعنا عن حالات كثير عض جزء لا بأس منه فيها إنه كان فيه احتكاك يعني كان الشخص يحاول يحتك بالحيوان يحاول يحاول عن منطقة معينة أو شيء والحيوانات أغلبها اندفاعية فبتحاول كأسلوب دفاعي تهاجم وصارت مشاكل للأسف من هذه الشغلة فهي الحل المجتمع الأطباء البيتريين والتنظيم قطور اسمح لي أنا أفكر بالطريقة التي أفكر فيها المجتمع أنا لنفترض أم وعندي ورد صغير وخايفة إنه ابني يلعب مع الكلب أو يلعب مع البسة حتى لا تنتقل بعض الأمراض على سبيل المثال لهم هل أمراض تنتقل لنا عن طريق الحيوانات الموجودة بالشارع؟ طبعا مليون بالمئة زي ما فيه إيجابيات للاحتكاك بالحيوانات فبرضه فيه سلبيات بعض الأمراض التي ممكن تنتقل ما بين البيتس أو الحيوانات الأليفة للبني أدمين ممكن تكون الطفيليات أو الديدان الداخلية الميعوية في بعض أنواع الديدان بالأمعاء ممكن تنتقل للبني أدم كذلك الحشرات الخارجية التي ممكن تكون على الفراء أو الشعر تبعه بعض أنواع الفطريات والاتهبات الجلدية ممكن تنتقل للبني آدم بعض أنواع الفيروسات مثل دائل كلب المشهور ومعروف عنه ممكن ينتقل للبني آدم ولكن لو كنا منطقيين شوي كمثال الديدان الديدان طريقة انتقالها للبني آدم عن طريق الاحتكاك مع بوراز الحيوان فنحن الثقافة النظافة تلعب دور بها الموضوع سواء كان هذا الحيوان مصاب أم غير مصاب أنا احتكيت مع بورازه ونضفنا تبعه كان جوه البيت أو بر البيت قبل ما أبلش بوجبة القادمة لازم أكون أعقمت إيدي وغسلتهم بشكل منيح نحن حاليا بفترة الأمراض منتشرة كوفيد-19 وما غير ذلك فاحتكاكنا مع الحيوان كان سليم أو غير سليم بعد الاحتكاك قبل أي وجبة بناكلها لازم ناكل لأنه نسبة كبيرة من هذه الأمراض التي حكيتها تنتقل عن طريق الفم من الإخراج هناك أمراض تانية تنتقل بأسليب أخرى كمثال دائل كلب طريقة انتقاله لازم يكون عن طريق العض فلازم الحيوان يكون مصاب وإصابة الحيوان تكون عن طريق عض من حيوان آخر مصاب وهذا الحيوان المصاب يعض البني آدم وهو قليلا صعبة ولازم نصحح مفهوم كثير خاضع عند الناس أنه ليس كل حيوان عض فبالتالي هو مصاب بدائل الكلب نسبة شاسعة جداً من الحيوانات البتقض ما عندها دائل الكلب ولكن هي وسيلة دفاع عن النفس أو ممكن تكون مرات وسيلة هجوم دكتور نحن هنا في ملف الحيوانات الموجودة بالشوارع نقدر نوصل لو تضافرت الجهود المجتمعية وأيضاً الجهود الحكومية لحتى ما نخسر هذه الثروة الحيوانية لأنها ثروة حيوانية ومهمة وأيضاً نظل محافظين على أولادنا خير ننتقل للبتس أو الحيوانات الأليفة اللي من ربيها في داخل المنازل للأسف في مثلاً بعض المظاهر أنا بكون رايحة على محل أرى شكل بسة أو شكل كلب أو شكل أي نوع من أنواع هذول البتس حلو فباخته ويجعله عندي بالبيت تون الأخذ بعين الاعتبار أنه كل حيوان مختلف عن الآخر في طريقة العناية فيه أحكينا بليز أكثر هلا هي للأسف فيه نسبة لا بأس فيها من الناس اللي بيختاروا البتس تبعهم بيكون حسب الشكل كنت ماشي شفت هالبس بوس شكله حلو أو الكلب فاخترته أو الأطفال تبعوني حبوا شكله فجبته فجبته على البيت الآن ما شفته ما درست عنه ما فهمت شو طبيعة البيئة اللي بيكون بالوضع الطبيعي عايش فيها الاحتياجات تبعته احتياجات نمو الشعر عنده الإجراءات الطبية اللي بيحتاجها فيه كتير ناس بيجول عنه بحكونا احنا ما كنا نعرف أنه الحيوان بحاجة مطعيم ما كنا نعرف الحيوان بحاجة زيارات دورية فبتفاجأونا الحيوان بتعب أو بمرض أو بنصاب بشيء معين فجزء أساسي ما قبل التفكير بإنه يكون في عنا بت بالبيت لازم يكون في دراسة للموضوع كرب أسرة أو ربة الأسرة لازم تكون مع أولادة يفهمه بالزبط شو هذا الحيوان شو احتياجاته شو الأشياء المطلوبة إمتى لازم يزور البيت وطريقة العناية بين نوع حيوان وآخر تختلف يعني أعطيك مثال في بعض القطط لا تحتاج أبدا أنه أنا أحتك فيها أو أمشت أحاول نعمل تمشيط للشعر في أنواع أخرى من القطط إذا ما عملنا هيك شي رح يصير في عنا إنفكشنز أو بمعرأ أمراض جلدية والتهابات جلدية ممكن يصير في عنا مشاكل بالشعر طيب هاي الأشياء والاختلافات موجودة فبالتالي نحن ندرس الموضوع نشوف نحن كعائلة هل عنا قابلية واستعداد للاهتمام بهذا الشيء أو لا إذا لا بدنا نفكر ببعض السلالات اللي بتكون التعامل معها أسهل أو الديوتيز المطلوب من الناس أقل أما إذا كنا جاهزين وما عنا أي مشاكل بالاهتمام فيهم فبنجيب الاشي المناسب لعنا فلازم يكون في دراسة الموضوع قبل إحضار أي حيوان دكتور الطب البيطري في الأردن كيف واقعه كيف يكفي هالثروة الحيوانية أيضا الموجودة وإحنا بحاجة لتسليط الضوء أكثر على فكرة الناس تتخصص طب البيطري أو الأعداد جيدة هل أرى صراحة فيه فرق يعني زمان أنا دخلت بال2009 فكان إلى حد ما الثقافة الطب البيطري شوي ضعيفة عند الناس يعني أعطيك مثال كانت الدفعة عدد طلابها مبين 30 إلى 40 طالب 45 طالب ماكسموم حاليا الدفعات الجديدة اللي عم تدخل منمم 140-150 طالب هذا بيدل على أنه فيه وعي أكثر المجتمع عم بتثقف أكثر بأهمية الطبيب البيطري هذا أول شيء ثاني شيء الطبيب البيطري مفيد ومهم بكثير مجالات من الحياة ما بينحصل دور داخل العيادة نحن بنحكي عن مؤسسات جدا مهمة بالدولة مؤسسات الغذاء والدواء المسالخ اللحوم الدواجن الإشراف على الصحة اللحوم اللي بيأكلوها المواطنين هذه الأشياء كلياتها من الواجبات الموكولة للطبيب البيطري زائد الاهتمام والرعاية بالحيوانات المنزلية فكل هذه الأشياء لا يتجزأ من وظائف الطب البيطري بالإضافة طبعا لمنتجات الحليب كاملة والمزارع المنتجة للحليب مزارع الأبقار كلياتها تحت إشراف الأطباء البيطريين فوظيفة الطبيب البيطري ووظيفة شاسعة ومهمة جدا المجتمع صراحة نعم إذن الدكتور نيضال أبو الهولى شكرا جزيلا لك نعم